اهلا وسهلا بكم مرة ثانية السلام المسيح معاكم شخباركم شونكم ان شاء الله تكونوا صحة وعافية هاليوم بنعمة الرب راح نتأمل من شخصية كثير مهمة بالعهد الجديد ان ذكرت مرة واحدة فقط اللي هو زكا زكا من شخصيات اللي فعلا نحبها وتمتع بالتأمل بالتعاملها مع المسيح ممكن نتعلم من خلال القصة هاي انه انت اجدت شوف نفسك انت بنظرك شنو مكانتك في نظرك انت عن نفسك نقرأ من انجيل لوقة صاحة 19 من البداية بعض الآيات اللي موجودة ثم دخل واشتاز في اريحة المسيح دخل الى مدينة منطقة اريحة واذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا وطلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لانه كان قصير القامة المسيح يدخل الى اريحة المدينة التي هدمت اسوارها يوم من الايام واللي بناها نبي نحمية والان اكو الشخص الثاني يمثل اريحة المهدومة ويتخابل مع المسيح هو زكا الايات الاولى اللي قرناها تنطي بوضوح عن من هو زكا بتكلم عنه انه هو رئيس للعشارين غني قصير ويريد يشوف المسيح نستنتج باختصار ان زكا كان يعاني من صغر النفس في شخصيته ولهذا هو كان مستعد ان يعمل اي شيء لكي يست هذا الاحتياج ولهذا اذا نقرأ الاصحاح اذا نقرأ الاصحاح كلنا نشوف التغيير الجذري اللي صار فعلا بحياة زكا وفي بيته بسبب دخول المسيح الى بيت زكا شنو رأيك انه تطلب المسيح يجي ويدخل بيتك اليوم هو ما راح يعاملك مثل الناس اللي ليعملوك لكن هو راح يعاملك ويعاملك بكل حب واحترام مثل ما تعمل ويا زكا زكا كان سخرية مرات للناس لكن المسيح اتعاملوها بكل محبة واحترام افتح بيتك افتح قلبك للمسيح يا رب يسوع احنا جاعين نطلبك فعلا تجي تدخل الى بيوتنا تدخل الى قلوبنا تدخل الى حياتنا اليومية تعال يا رب وانت غير وشيل كل الشوائب اللي موجودة بحياتنا وتمجت انت يا رب باسم المسيح يسوع صلي امين امين الرب يباركك انت مهم جدا اشتركوا في القناة